الرئيس السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كبريا السادس من أكتوبر والطرق السطحية أسفله مصر تدين بشدة استمرار الهجمات الإرهابية الممنهجة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الهند تسجل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة إصابات يومية موجز لأهم الأنبائياتكم من أكسترانيوز أسعر الله أوقاتكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة البدء في تنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة في كبري السادس من أكتوبر والذي يعد محورا رئيسيا لربط شرق القاهرة بغربها فضلا عن تطوير وتوسعة الطرق السطحية أسفله جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية حيث وجه الرئيس بمراعاة إخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافية الإسلامية ومسجد مصر على نحو شديد الثراء والزخرفة ليعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وامتداده على مدار العصور أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار قوات الحوثي في هجماتها الإرهابية الممنهجة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من دون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين بمدينة جازان التي تمكنت القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح أكدت مصر مجددا رفضها الكاملة لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين وذلك بالرغم من الجهود السعودية الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية الممتدة كما تعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري في الهجوم الذي استهدف مطار إربيل وقد أفادت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراقي أن الهجوم الصاروقي الذي استهدف مطار إربيل نفذ بطائرة مسيرة ما يعد تصعيدا غير مسبوق بنوع السلاح المستخدم في هجمات مماثلة تستهدف العسكريين الأمريكيين المتمركزين في المطار كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت عددا قياسيا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد بلغ أكثر من مائتي ألف إصابة وسبعين ألفا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة هناك أكثر من أربعة عشر مليونا لتأتي الهند في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة أكدت مصادر لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإعلان عقوبات على مسؤولين روس بقطوة تستهدف العديد من الأفراد والكيانات بحسب رويترز فإن حزمة العقوبات التي ستقترن تستهدف العديد من المسؤولين الروس بأوامر طرد لبعضهم من الولايات المتحدة وستكون العقوبات جزءا من مجموعة ردود للحكومة الأمريكية على عملية تسلل إلكتروني رصدت في ديسمبر الماضي وقالت الإدارة الأمريكية أن روسيا من المحتمل أن تكون ضالعة في هذا الهجوم يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة الأزمة في إقليم تيجراي في إثيوبيا بناء على طلب أمريكي وتؤكد الولايات المتحدة وقوع عمليات تطهير عرقي في تيجراي منذ أن شنت الحكومة الأثيوبية وقوات متحالفة معها هجوما على الإقليم وسيستمع أعضاء المجلس إلى شهادة منسق الأمم المتحدة للإغافة الطريقة مارك لوكوك حول تطورات الوضع الإنساني في إقليم تيجراي في ختام الموجز نلفت عناية حضراتكم إلى أن تردد قناة أكسترانيوز الجديد هو 11785 رأسي على أن يكون معدل الترميز 27500 أهل الملتقى بإذن الله شكرا